اشتركوا في القناة في الحلقات السابقة يعني اعتقد قبل رمضان جوابنا عليه اللي هو موضوع الاحجار الكريمة موضوع السبيكة اللي هي هاي بتنباع او بيبيعوها اشخاص على اساس انها بتطرد معاكسة الكواكب وبتجلب الحظ وبتنظم الطاقة وبتعملك سوبرمن طبعا هذا كل ياتو احنا جوابنا عليه في حلقات سابقة وقلنا انه سبيكة زحل هاي نصب بنصب 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 ما الها اي صحة ما الها اي علاقة في كل المواضيع اللي بتتعلق في كل الحكي اللي بتنحكي عنه وانه هاي الصفائح او هاي الاحجار او هاي المش عارف ايش معمولة وخالطينها بمش عارف ايش وقارئين عليها ومنجمينها وهذا كل ياتو نصب هذا الكلام مش صحيح ما الوا علاقة بالصحة نهائيا وهم بيستغفلوا الناس وبستغلوهم وبسترقوا فلوسهم وبعطوهم اشياء يعني خد لك هالدونديشي فعشان هيكي هذا الموضوع احنا ما رح نعلق عليه مرة ثانية ولكن بحذر انه ما حدا يروح على هذا الموضوع لانه هذا الموضوع عبارة عن نصب هيخلصنا نيجي على موضوع نصب الثاني موضوع الاحجار الكريمة الاحجار الكريمة هي احجار كريمة مباركة فيها طاقة تعطيك طاقة على حسب برجك في نوعية حجر كريم بناسبك انت بشحنك بطاقة بعزز من طاقتك ما لكن ما بعمل لك المعجزات يعني ما رح يصنع لك المعجزات ولكن هو بساعدك على انك انت تشحن حالك بطاقة ايجابية وتتخلص من الطاقة السلبية الان كل المواضيع اللي بتنباع يعني على طريق النت انه بقول لك انا عندي الحجر الكريم الفلاني اللي يعني الخارق الحارق المتفجر هذا بأنا بحطوه بنسبة 99.9% بالعشرة وتسعة بالعشرة كمان انه نصب لانه الحجر الكريم اذا انت بدك اياه بتنزل على جوهرجي او على اخصائي احجار كريم محل مجوهرات مرخص في هذا الامر بتشتري الحجر الكريم اللي انت بدك اياه مع شهادته معتمدة عشان لما تيجي بدك يتبيعه تبيعه مع شهادته زي ما اللي بروح بيشتروا ماس مثلا او بيشتروا لولو بيشتروا بالقراط وبشتروا كل الاحجار الكريمة بتمباع بنفس الصيغة اما واحد يجي يقول لك انا عندي الحجر هذا مكتوب عليه اسم الله ومرسوم عليه الكعبة ومحطوط عليه اسم محمد ومكتوب فيه آية الكرسي هذا كل ياتو عبارة عن كمبيوتر الاحجار اللي بتيجي عملية الكسر اللي بتيجي مصادفة هاي يعني نادر جدا ومش من السهل ان واحد يعرضها للبيع فعشان هيك منقول لكو انو الاحجار الكريمة اذا انتو بتكو تشتروها بتشتريها على حسب برجك بتشتريها من محل مجوهرات من محل معتمد ما تشتريها عن طريق النت ما تشتريها من تبعين البسطات ما تشتريها من الناس رح تنصب عليك فعشان هيك عشان اختصر عليك الموضوع ولكن الحجر الكريم ممتاز يعني كل برج له مجموعة حجر كريمة بتناسبه فعشان هيك اذا انت حصلت على هذا الحجر وتختمت فيه فهذا الحجر ممكن انو يساعدك في شحن حالك بالطاقة الايجابية واذا كان الامر له علاقة بالروحانيات عشان برضو نسكر الباب بهذا الموضوع عشان يجي يعمل لك الخاتم او يعمل لك خاتم انو عليه طلسم ومطلسم وموكل فيه وفيه روحانيات ومشحور روحانيات كل اللي بيشتغلوا هذا الموضوع نصب لانو الخاتم عشان ينعمل هذا لا هو بكتابته ينكتب عليه رموز وطلسم فهو يعني هيك اقنعك انو هو اشتغلك عليه ولا هو بموضوع انو هو اخذ ونجم وغسل الطاقة السلبية وحطه في ملح ومش عارف ايش وهذا كله نصب الحجر الكريم يؤخذ اذا بده يوكل فيه روحانية يؤخذ من عالم عالم عنده قدرة على فعل هذا شيء مش روحاني يدعي انه عالم فعشانيك رح تتوه في المسألة هاي العالم هاد بده يوخذ الحجر فيه الو قراءة معينة الو اوقات معينة الو توكيلات معينة الو بواخير معينة لازم ينحرق فيها عليه ويتبخر فيها واقسام وقصص مخيفة صعب انو اي انسان يعملها فعشان هيك هاي الاحجار يعني او الخواتم هاي بتكون تكلفتها عالية جدا واثنين على الفحص يعني بده يسوي قدامك بده يفحص قدامك بده يعملك الاشي اللي هو بده يسوي امامك بده يخليك يعني تأخذ اليقين في الامر هاد مش اشي بس مجرد في الاواني اه والله هاي انا وكلتلك فيه تفضل خد عيش دورك اثنين بالنسبة لموضوع البخور اللي احنا ذكرناه عشان احنا نسكر الباب هاده لانه صارت تجيني الحديث تبع ابن قيم الجوزية اه عن الحرم انا بعرف الحديث وبعرف الحرمل الحرمل مش زي ما انتو بتفكروا انتو بتفكروا انو الحرمل هذا تبع الاكل او اللي عندي العطار هو الحرمل اه هذي انتو داخلين في اشي اه يعني بدأ شرحلكوا يا ببساطة انت بتروح بتقول انا بدي حصلبان في دول اسمه لوبان ذكر في دول اسمه اللوبان ماشي هذا النوع انت بتفكروا نوع واحد الان بدهم بدي تدخل من الاشخاص اللي هم اللي عايشين في عمان او في اليمن او في مناطق من الخليج اللي عندهم شجر اللوبان اللوبان هذا اللي موجود عند العطارين انواع يعني في الحلو في المر في للطبخ في للعلق يعني ينعلك بين الاسنان في اشي بتاكل في اشي بنبلع في اشي بدخل في باب الصمغ العربي في للامعاء وللقلون وللاشياء هاي وللمناعة وفي اشياء غالية جدا 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 اللي بحصل عليها ما بفرط فيها لانه هاي بيعتبرها اشي الهوة يعني وخصوصا العمانيين مشهورين في هذا النوع اللي هو زي الحوجري مثلا واعتقد انه منكو نسبة كبيرة ما بتعرف عنه هذا ولكن العمانيين بعرفوا الحوجري نوع من انواع اللبان ولكن هو خام وفي نفس اللحظة النخب الاول يعتبر ولسه في انواع نخب ونخب ونخب لدرجة انك ابتصل من اللبان يباع بليجرام فهذا الاشي انتو ما بتعرفوه فمش انا بنزل عند العطار لا ما هو حكى اللبان تبقى طيب باللبان او تطيب بالعود انت بتفكر اذا نزلت عنده نفس هاد نفس هاد لا انت الكركم نفسه اللي بتستخدمه في الطبخ انواع في اشي مخلوط بيكون بنشى اشي مخلوط بطحين اشي بيكون منشف وقديم في العث واشي بيكون طازة عدان فانت على حسب انت شو بتعرف عن هذا الموضوع يعني مثلا برضو بتعطيك كمان انواع عشان انت تطلع من مخ انه انت بتحكي في الدين اللي حكوا في الدين هم قاصدين نوعية معينة من الحرمل مش موجودة حاليا واذا موجودة موجودة غالية جدا وانتوا ما بتقدروا تحصلوا عليها فمش مقصود الحرمل اللي موجود عند العطارين عشان هيك الحرمل اللي عند العطارين لما تحرقوا بتشم ريحته بتنخنق زي اللي بيجي بقول لك الفاسوخ الفاسوخ بتروح بتشتري حجر مرمي عند الرجلين عند العطار بكل زبالة الارض بتكون موجودة عليها قلبي انا جايبه عشان فيها فسخ الدار وعمل سحر او افك السحر او مش عارف ايه شو هذو بنظف البيت ولكن تطلع وين محطوط يعني الطيب الجيد بنحط عند الرجلين بنحط عند لزبالة عند الكناسة هذو ما الو علاقة اهل المغرب العربي اخي ليبيا الجزائر تونس هذولا بيعرفوا شو يعني انا اللي قاعد بحكي الفاسوخ انواع وفيه من الفاسوخ لقرام بصل تقريبا يعني خمسين دولار يعني عشان اعطيكو انا الصافي هذو فيه ارخص الاثمان وفيه من الفاسوخ بصل الكيلو كامل بنص دينار فتدخلوش فيه مسائل هذي متاهات يعني برضو بدنا ندخل على مناطق اللي يعني ها هيك نجمع الموضوع فيه ناس بيقولك ما فيه اجمل من الميعا والجاوي للبخور الميعا والجاوي اللي موجود عند العطارين اذا حركتوا انت بتتحمل تشم ريحتو طب ما انت بتنخنق يمكن يصير عندك ربو من ورا مش لانه الخلل في الميعا والجاوي لا لانه هذا مصنع هاي مواد مصنعة ما لها علاقة بالميعا والجاوي اللي لقرام تبعها بصل لخمسمية دولار تقريبا فلما تيجي بدك تقول لي الحرمل انا عارف انيش والمسك المسكة المسكة طب ما المسكة في عندك للأكل والمسكة للخلط والمسكة للجبن والمسكة لل بتستخدم بخور بتحرقوا وانواع وانخاب المسكة بتصل لأثمان خصوصا النخب الأول منها اللي هي القطفة الأولى أو البيور روح جيب لي أنا بعطيك ألف دولار وجيب لي جرام لا حوله ولا قوت لا بالله فعشان هيك موضوع البخور هذا موضوع معقد كثير بنصح انه ما حدا يخوض في اي اشي بين ايديك يعني زي قشر اللمون قشر البرتقان المرمرية المرمية يعني الاشياء هاي اللي ريحتها جميلة لو حطيتها على الصوب بحطيتها على الفحم تطلع روايح جميلة اي اشي بطلع لك ريحة جميلة وهذا كنت قاصده انا انه اي شي بعطيك ريحة جميلة بتعرف انه طبيعي يعني ورق ماسكه في ايدك انت ريحة الورق محبوب لا الىك يحركوا بنظف البيت وبنظف الطاقة وبعمل شغلات كثيرة في الموضوع هات خلينا نروح على التوقعات اليومية طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاحد سبعة ستة القمر رح ينتقل كمان ساعات لبرج الجدي رح يكون فيه منزلة سعد الذابح وتقريبا يعني اوشك على الانتقال فعشان هيك اختصرت انه بده ينتقل من القوس للجدي فهو بده ينتقل فرح يتواجد اغلب اليوم في منزلة سعد الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص او الحرية بالنسبة لتأثيرات القمر لما بكون في الجدي وبما انه هو كوكب جد فعشان هيك منعود لطبيعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر الروح التشاؤم على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية او برنامج غذائي او مراقبة الغذاء وشراء بوليس التأمين بالنسبة لخلو المسار هو ساعة تقريبا سبعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بانتهي خلو المسار بتوقيت جرينيتش ماشي طيب احنا حكينا انه ساعات خلو المسار لا يصلح العمل فيها باي شيء جديد او مهم في حياتنا وبشمل هذا كل موليد العبراج وصحيح في سؤال اللي نسأل بالنسبة لخصوف القمر خصوف القمر بلش ينتهي تأثيره ما حدا يفكر في خصوف القمر خصوف القمر الو ثلاث ايام اشتغل خصوف القمر الان بلش ينزل اليوم يعني تقريبا اليوم بصير ممتزج في حلقة اليوم الغد يمكن يصير ايجابي ما بتعرف ولكن هو اجمالا انه ما فيه اي تأثيرات سلبية اما بالنسبة للزاوية طبعا نفسها ذكرناها بالامس ولكن لازم نعيدها لانها برضو رح تكون في الساعة سبعة وعشر دقائق هي زاوية التربيع بين الشمس والمريخ هاي زاوية اللي بترتفع من خلال هواتير المواجهات والتفجيرات والبؤر في البؤر الساخنة والحدية والعصبية والمشاكل وبتسود جو من التوتر والعدوانية بحيث يتوجب الحذر عند التعامل مع الاخرين من اي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات احنا بغنا عنها على ان الحكومات هذا سياسيا بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبدل برضو كذلك على ازدياد اعمال العنف والعدوان طبعا القمر الساعة سبعة وثلاتة واربعين دقيقة بصير استقر بالجدي تماما بشكل اول زوايا يعني ببلش يعمل زوايا فعشان هيك اول زاوية رح تكون هي زاوية تتليت ايجابية بين القمر وورانوس رح تكون في تمام ساعة احداش وثمان دقائق بعد الظهر اهاي الزاوية تقريبا ايجابية وتوقيت بتوقيت كرينيش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بين القمر وعطارد هي زاوية التقاول السلبية رح تكون هاي في تمام الساعة 2 و 5 دقائق بتوقيت كرينيش بعد العصر بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع اما بالنسبة للقمر حكينا انه هو موجود في الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم 8 6 رح يكون في تمام الساعة 6 و 5 دقائق مساء بتوقيت كرينيش ورح يستمر لغاية بعد منتصف الليل للساعة 12 و 54 دقيقة بعد منتصف الليل لينتقل بعد هالقمر للدلو عشان هيك هاي الزاوية رح نذكرها احنا او الخلو المسار هات بمأنها في ساعات المساء رح تيجي في حلقة 9 6 ما رح نذكرها في يوم 8 6 ماشي عشان ما حدا يجي يقول لي ليش ما حكيتها في 8 6 ما هي لـ 8 6 احنا توقعاتنا الساعة 6 بتوقيت الاردن بتنزل 3 ساعات يعني الساعة 3 بتوقيت كرينيش خلو المسار رح يبدأ الساعة 6 بتوقيت كرينيش يعني بتوقيت الاردن بتزيد عليه 3 ساعات الساعة 9 و 5 دقائق فعشان هيك انا ما بقدر اذكره في الحلقة حلقة الثمانية الشهر رح اذكره في 9 الشهر لانه تأثيره رح يكون على الابراج في توقعات 9 الشهر اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة 7 و 29 دقيقة بتوقيت كرينيش بصير عمره 17 يوم نسبة الاضاءة بتصير 90% هو الآن خلص اكتماله كبدر وبلشين حصر انحسار المحدب او انحسار المكتمل او كمان يومين بصير انحسار المحدب اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 20 6 مزاجه منتحس القمر في الجدي طبعا حكينا انه رح نذكره في يوم 9 6 فعشان هيك حط رح يضل يوم 9 6 مزاجه ممتزج عطارد في السرطان حتى يوم 18 6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهراء في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 6 مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 6 بعدين مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 9 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 7 بعدين بده يرجع يوم 1 7 للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23 ستة يعني ضايله فترة بسيطة وبعدين بيبلش عملية التراجع فتأثيراته هي خلال الفترة القادمة رح نذكرها مزاجه سعيد إبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي أو يعني حتى لو اشتدت الضغوط عليك حاول إنك أنت تبرر عملك وإظهر مهاراتك ما تكون يعني ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة أنت وطباعك طبعا وأفكارك ممكن خلال الفترة هاي تكون مشتت أو عصبي نتيجة غضب أو اضطرب أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء يعني تقريبا هيك مشحونة شوي ولكن إجمالا في عندك قدرة على شحن حالك بالطاقة الإيجابية ما تتحسس بآراء وأفكار وتصرفات الغير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي أنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط ببلش ابتداء من اليوم مصاريف ودفعات أو التزامات أو الاهتمامات في أمور العلاقة بالأمور المالية في منكو رح يحصل بعض الأموال أو يجي بعض الدفعات اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستحقات أو أشياء هبات أو مستاعدات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم رح تكون في غاية يعني في صائعات الصباح بتعم عليك قدرة على النشاط والحركة عندك قدرة على الإقناع بتحاول محاور جيد ممكن يكون عندك مقابلة أو اتصالات أو تنقلات كثيرة خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه أنه عصبيتك موجودة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأمور والأجواء ضاغطة على مستوى البيت أو الأحداث اللي إلها علاقة في البيت فعشان هيك بتسبب لك هاي نوع من أنواع التوترات إما انشغلات في المنزل أو مع أحد أفراد المنزل أو إشي إلو علاقة يعني في ذكورات تغييرات تصبيطات أو حدية في الطباع أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بلاقي أنه أنت إما أنه أحد الأبناء مؤثر عليك بشكل سلبي جدا ومزعجك يعني تصرفاته خلال الفترة هاي أو أنه في عندك أنت حساسية من موضوع بتعلق في الحبيب بالفترة هاي فعشان هيك هذول النقطين اللي ممكن يؤثروا عليك عاطفيا أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل تراكم العمل أو كثرة العمل ممكن ما تقدر تنجزه بالكامل وخصوصا أنه اليوم على أكثر من مرحلة راح يكون فيه نشاط عملي حاول أنه قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تراقب برضو صحتك ما ترهق حالك كثير لأنه جسمك شوي حساس بالمرحلة هاي أما بالنسبة لبيتك السابع فبيت الشراكة تقريبا اليوم بصير روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثامن برضو الأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الشراكة مع علاقتك مع الأزواج الأموال المشتركة كلها هاي روتينية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أن الجو روتيني ولكن في ساعات الصباح لساعات الظهر ممكن يظهر مسألة معينة المسألة هاي يعني تفرحك أو تنحل مسألة أو يجيك اتصال من الخارج أو تعامل مع مؤسسة أجنبية ردوا لك خبر في خلال الفترة هاي بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة على مستوى العلاقات والأصدقاء وبتعملك نوع من أنها التقارب الجيد أو العلاقات الجيدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة لآخر يوم فعشان هيكيب اليوم برضو من نبهك أنه ما تجهد حالك حاول أنك تنجز أعمالك الضرورية والمهمة والأهم من هذا راقب وضعك الصحي ما ترهق حالك كثير وحاول تريح حالك من أي ضغطات خلال هذا اليوم برج الثور اليوم طبعا القمر موجود في البيت التاسع حليف لإلكم قوي جدا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات في الفترة هاي بتكون غنية بالفرص والمناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة بترتفع المعنويات بتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للتنقلات والاتصالات ولورشات العمل أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم بتلاقي حالك نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية يعني مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فبيعزز بعض النقاط المالية وخاصة في ساعات الصباح لساعات الظاهرة بتدعمك في بعض المسائل المالية إما مكاسب مالية إما أرباح من عمل إضافي إما هبات مساعدات هدايا يعني في أشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا على المستوى التحركات والاتصالات تقريبا في ساعات الظاهرة بتنشط في أمور الاتصالات والحوارات والنقاشات وبكون عندك سرعة بديهة عالية لدرجة أنه ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما باقي اليوم فممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء ضاغطة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع التقلبات على مستوى البيت إما أحداث أو مشاكل أو إشيء العلاقة ببعض الأعمال صيانة ترتيبات إجتهادات منزلية يعني إشيء العلاقة في البيت أو في من في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء بدأت بحدية خلال فترة هاي صحيح أنه الكواكب بتساعد على أنه يكون فيه مقابلات أو لقاءات عاطفية أو بتعزز الأمور هاي ولكن حساسيتك بتكون عالية فممكن أنه يكون لك ردات فعل سلبية ما يعجبك شيء انتقادات تفهم الموضوع غلط يتعصب أو تحتد أو الملل من تصرفات الحبيب ممكن تظهر خلال هذا اليوم وممكن تكون هاي ما لها علاقة بالحبيب لها علاقة بالأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على مستوى العمل روتينية ولكن في ساعات الصباح ممكن يوكلك عمل جديد أو يكون فيه عمل بحاجة لنشاطك أنت فممكن تنشط لغاية ساعات العصر في إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وتنجزها على أكمل وجه أو يكون فيه إليك أنت بتنتظر فحوصات طبية فاليوم تسمع جواب إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك بتتعامل أنت وشريكك اليوم على طبيعتكم ما فيه أي شيء لا زيادة ولا نقصان أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الأجواء ممكن يعني تفتح لك بعض المعلومات الإيجابية للدعم من بعض الأشياء وإذا بتجيك في ساعات الظهر ممكن يمر إلى بنكية أو يمر إلى علاقة بالقروض أو تحويلات أو مصارف أو يعني استرداد بعض الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة بتدعمك بقوة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا معك بمجال عملك يا إما أمور إلها علاقة في بعض الأشياء اللي إلها علاقة بإنجاز الأعمال السمعة تعاملك مع زملائك رؤسائك بالعمل كلها تقريبا إيجابية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف أنه اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما أصدقاء أو اتصالات تكثر ما بينك وبينهم إما لاستشارة أو لحوار أو لأمور يعني بتساعدك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأمور ضاغطة فعشان هيك منقول لك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تراقب غذائك بشكل جيد صحتك برضو بشكل جيد ما ترهق حالك كثير طبعا لآخر يوم بيت المتاعب بكون ضاغط برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقف متصلبة بل كون يعني مرن شوي ومبتسم شوي ناقش بليونة وبدبلوماسية اتكلم وعبر عن أراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا اليوم يعني ممكن أنه هيك تحملك بعض الأشياء الإيجابية وخاصة من الصباح للظاهرة بتدعمك بشكل قوي بتعزز من طاقتك من إيجابيتك ممكن إذا كان بداية نهارك جيدة معناته باقي نهارك رح يكون جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء برضو من ساعات الصباح لغاية ساعات الظاهرة ممكن تحملك بعض الفرص أو الاتصالات أو أمور إلى علاقة بالأموال بتكون جيدة ممكن يحصلوا بعض الأموال تجيكم من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات ولكن حاولوا تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات اليوم عندك سرعة بديهة ونشاط عالي جدا وممكن أنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بدك تدير بالك أنه من ساعة يعني تقريبا العصر بتفطر هاي النشاطات عندك وبترجع لطبيعتك على حسب تكوينك أو على حسب وضعك الاجتماعي وعلى حسب طبيعة جسمك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى البيت ممكن يظهر بعض الالتزامات أو الضغوط اليومية ممكن بعض الواجبات أو الأعمال المنزلية اللي منها ممكن يكون مربك أو يعني يكون فيها نوع من أنواع يعني الضغط عليك أي إشي له علاقة في البيت بدك تكون حذر يعني البيت وأفراد البيت ومكونات البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي أنا شايف الأجواء برضو متقلبة في لحظات بتكون يعني روتيني في لحظات بترجع بتذكر منقف أو حدث معين أو أحد الأشخاص بتنزعج أو من اتصال معين ممكن ترجع تفطر بعدين بترجع بتعصب مرة ثانية وتنشحن بطاقة سلبية وبتعصب الزيادة عشان هيك بدك تدير بالك من التقلب هاد اللي بصير معك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل اليوم يعني أنت عندك قدرة عالية جدا على العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي المقابل برضو ممكن يصير لك يعني نوع من أنواع الاهتمامات الصحية ولكن إجمالا الأجواء جيدة أما بالنسبة للبيت السابع حتى علاقتك مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة فشايف الأجواء إيجابية ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينكم فيه ساعات الظهر وممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن يكون فيه مصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع شايف الأجواء أنا جيدة ممكن يصير فيه اتصالات ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل القانونية أو تكثر عندك التواصل مع أشخاص أو مراسلة أو حوارات نقاشات كلها راح تكون إيجابية ولصالحك خلال هذا النهار على مستوى البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة وحتى أفضل من العادي ممكن يصير لك تعامل أو إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة على مستوى الشركة أو مستوى الأعمال الشركة أو واجبات الشركة وهاي إنجازات راح تكون ممتازة ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أو يعني تكون الفترة هاي فترة امتحان جيدة لإلك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأجواء ضاغطة لآخر يوم فعشان هيك بيعملك نوع من أنواع الحدية بالطباع بالتعامل مع الأصدقاء أو عتم أو زعل من صديق معين أو معرفة فعشان هيك محتمل أنك تكون معصب أو مزاجك مش رايق خلال هذا اليوم مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت برضو الأمور لآخر يوم ضاغطة فعشان هيك بتسبب لك بعض الحدية يعني ممكن ما تنجز كل الأعمال ممكن بس تقتصرها الأعمال الضرورية حاول أنك تراقب صحتك بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة يهتم براحتك بشكل جيد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفي يعني الأزواج يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة ركز بشكل جيد ما ترتجل الأمور هاي الأجواء يعني شوي بكون فيها نوع من أنواع الضغط لأن القمر بيكون مقابلك مباشرة يعني بيعمل لك هيك ضغط نسبي أو فقد للطاقة فعشان هيك بدك تنتبه على صحتك وبدك تنتبه على حدية طباعة المسؤوليات بالفترة هاي ممكن تكون كبيرة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل بالنسبة للبيت الأول تقريبا الأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني برضو بدنا نسميها روتينية لأنه نسبة السلبية فيها قليلة ممكن الاهتمام ببعض الدفعات أو المصاريف خلال هذا اليوم ولكن ما تبذر كثير أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى تنقلاتك اتصالاتك عصبي عشاني قلت لك هدئ من روعك وما تنفعل فعشانيك اليوم انت بالنقاشات حاد وممكن أي شيء يستفزك وممكن تعصب أثناء تنقلاتك بدك تدير بالك أثناء القيادة يعني ما تتهور كثير ركز بشكل جيد خوفا من الحوادث أو بعض الأعطال اللي ممكن تصيب سيارتك أو تليفونك أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت العائلة بيت البيت يعني متقلب خلال هذا اليوم ما بين روتيني جيد روتيني جيد ممكن تكثر عندك بعض الاتصالات خلال هذا اليوم أو الأعمال اللي لها علاقة بمشتريات أو صياني أو اهتمامات منزلية ممكن يكون لك في تعامل ما بين البيت الثالث والرابع تعامل مع أخ أو جار أو حدية أو خلاف معين أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء على المستوى العاطفي برضو اليوم حادي جدا فهذا برفع من وديرة الحساسية عندك بيخليك شوي متقلب في الآراء بيخليك شوي عصبي بيسبب لك نوع من أنواع الحدية في الطباع بتتحسس بسهولة وبتعصب بسهولة مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل تنجز عمالك بشكل جيد ممكن يظهر لك مسألة من ساعات الصباح لساعات الظاهرة جيدة على مستوى العمل أو الدعم من مكانك في العمل أو عرض معين وما قلنا هار رح يكون روتيني أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء الجيدة بتدعمك على مستوى الشراك المالية ممكن تظهر بعض المسائل اللي يلح علاقة بالتحولات أو المصارف أو البنوك أو الضريبة أو التأمين فهذه الأمور كلها تقريبا بتكون بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الغالب هو إيجابي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو مراسلات أو امتحانات ولكن إذا كان عندك امتحانات ما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فم آخر يوم ضاغط على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بدك تدير بالك ما تشوه سمعتك ما تدخل بمغامرات بجدالات مخالفة قوانين تهورات يعني حاول أنك تركز بشكل جيد خلال هذا اليوم في كل هاي الأمور ما تتأخر عن دوامك وبرضو ما تدخل بأي صدامات مع زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية ممكن يعني هيك يكون فيه محاولة للقاء معين أو مقابلة ولكن الأجواء ما بتساعد على هذا الموضوع يعني إلا قلة على حسب طالعكم ممكن يكون له دعوي أو حضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم ولكن حدية للأغلب إنه مش موجود أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو لآخر يوم الأجواء الضاغطة فعشان هيك منقول لك دير بالك يعني حاول قدر الإمكان إنه أنت ما تجهد حالك كثير إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وفي المقابل راقب صحتك ممكن يكون لك اهتمام اليوم في أحد الأحبة أو المعارف صحيا برج الأسد طبعا بيبدأ العمل بتراكم عندكم مع هيك أنتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة ولكن بدك تكون أكثر انضباط وتنظيم في هاي الفترة عشان تكسب منها ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية لكن بدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي خلال الفترة هاي وممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء ممكن يكون هناك عمل جديد يعني الفترة هاي بتحمل بعض الفرص الجيدة ولكن إنه من ناحية العمل ممكن شوي يكون في زيادة بالعمل أو ضغط عليك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم مش زي الأيام الماضية يعني تقريبا الضغوطات اليوم بتزيد شوي على العامل النفسي عندك فسهل جدا إنه حد يستفزك أو يوترك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى الأمور المالية فهاي بتحملك نوع من أنواع المصريف أو الدفعات أو الالتزامات أو القلق المالي أو التفكير في بعض الأمور المالية ولكن بيكون في حدية حاول إنك أنت تقلل من مصريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني جيدة في ساعات الصباح لغاية الظاهرة أو ما بعد الظاهرة بشوي إلها علاقة بالحوارات بالنقاشات ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية ولكن برضو بيغلب عليك شوي نوع من أنواع الحدية في الطبع أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأمور بتصير روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على طبيعتك ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية اللي هي لها علاقة في البيت ومن في البيت يعني الأمور العائلية جمالا تقريبا كاهتمامات أو تقارب أو حل مسألة معينة أو ممكن تعاون على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء العاطفية شوي اليوم مش جيدة يعني العاطفية نزلت الأمور عندك فبظهر محلها سوء التفاهم أو الخلافات أو الحدية بالطبع مع الحبيب أو مع أحد أفراد اللي هم أبنائك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا اليوم يعني زي ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي يعني روتينيين ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن فيه ساعات المساء من الليلة ممكن يكون فيه تقارب أو لقاء أو يعني إشي إيجابي بجمع ما بينك وبين الشريك بالمال أو العاطفي أو الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينيين ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع لآخر يوم الضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي يعلها علاقة بالتواصل البعيد يعني أو أوراق قانونية أو معاملات فالفترة هاي دير بالك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا جيدة مشحون بطاقة إيجابية وهاي بتعملك قدرة على الدفاع عن سمعتك وبرضو في المقابل يعني شوي بتأخذك باتجاه العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية أو تجيك بعض العروض أو تسعى لبعض العروض بالعمل برضو بتدعمك مع البيت السادس وفي نفس اللحظة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء شوي يعنيها ممكن تحمل لك بعض الاتصالات أو الاهتمامات أو لقاءات يعني ودية ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو تشاورهم في مسائل معينة ولكن غالبيا على الأغلب رح تكون روتينية أما بالنسبة لبيت المتاعب فلآخر يوم ضاغط فعشان هيك بيحمل لك نوع من أنواع التوتر خلال هذا اليوم ممكن ما تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل ممكن يصير عندك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالشؤون الصحية أو الرقابة الصحية أو برضو أمور إلها علاقة بأحد الأحبة أو الأصحاب أو المعارف صحيا يعني تهتم فيه صحيا أكثر برج العدراء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لنشاط فني هذه الفترة تحمل أجواء سحرية مفاجئة أو مفاجئة سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على التصرفاتك الأخيرة بالفترة الماضية وممكن تحاول أنك ترتب بعض الأمور فترة بناءة وإيجابية لا إلك بالنسبة للبيتر أول فأنا شايف الأجواء يعني تقريبا إيجابية يعني بتدعمك بشكل قوي على المستوى النفسي ممكن تعزز من ثقتك بنفسك أو تقارب معين أو مصالحة معينة مع ذاتك يعني إيجابية بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى المال ممكن تحمل لك بعض الفرص في ساعات الصباح أو ظهيرة المالية اللي تدعم من وضعك تجيك من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات ولكن باقي النهار بيكون روتيني أما على المستوى الثالث يعني برضو نفس الشيء في ساعات الظهيرة للعصر بتحمل لك نوع من أنواع التنقلات أو الاتصالات أو الحوارات الكثيرة وممكن تكون مقنع برضو بشكل جيد ولكن دير بالك من بعض العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بقوله العائلة أو ما داخل البيت إجمالا إيجابي خلال هذا اليوم بيعمل لك نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أو الاهتمامات في صيانات ترتيبات مشتريات أشياء من هذا القبيل أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فبدي أضيف على أنه القمر موجود يعني التوقعات اللي ذكرناها في بداية التوقعات أمر آخر اللي هو دير بالك من سوء التفاهم والحدية أثناء التعامل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني بنقدر نحكي إنها على مستوى العمل الجيدة ممكن تحمل لك بعض المسائل اليوم الجيدة ممكن يكون فيه نوع من أنواع العمل الجديد أو الاهتمامات الجديدة للعمل ولكن هاي بتكون لغاية ساعات الظهر وبعدين ترجع الأمور الروتينية تنتبه بدك تنتبه لو وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فهو حاد فعشان هيك بين الأزواج تحديدا بدهم ينتبهوا بالفترة هاي من خلاف أو سوء تفاهم أو ممكن نقاش ما كان لازم ينفتح خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو ضاغطها على الأموال المشتركة اللي هي أمور العلاقة في البنوك في الديون في القروض وبرضو في نفس اللحظة بدك تدير بالك على مقتنياتك من الضياع يعني برضو حتى أوراقك والثبوتية والشغلات زي هيك إنك تنسى وين حطيتهم أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات كلها روتينية على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتعزز من سمعتك وبتدفعك بالاتجاه الجيد ممكن يصير لك بعض التعامل مع الزميل أو مع رئيسك في العمل خلال هذا اليوم بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 برضو جيد وبيدعمك بقوة على أمور إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاءات أو تعارف أو استغلالهم في مسألة معينة يدعموك مثلا واسطة أشياء من هذا القبيل فهذا اليوم برضو جيد وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور ضاغطة جدا فعشان هيك بدك تنتبه أنه تنجز بعض الأعمال يعني حاول أنك ما تراكم الأعمال عليك وفي نفس اللحظة بدك تهتم بصحتك بشكل جيد خلال هذا اليوم برج الميزان بتفضلوا التركيز حول يعني كل التركيز رح يكون على شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتبدو مضطرب مرهف الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا من المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحباء يعني هاي الفترة بتحملك نوع من أنواع الأعباء أو الإنشغلات المنزلية بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعامل على حسب طبيعتك لأنه عادة البيت الأول مع البيت الرابع بيعملوا زاوية تربيع فعشان هيك نفسيا شوي بتكون الوساوس الزيادة عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا برضو روتينية على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل لبعض الأشخاص منكم فيها بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو رديات أو اهتمامات مالية ولكن قللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بيشحنك اليوم بطاقة إيجابية من الاتصالات والتحركات وأمور إلها علاقة بالنقاشات أو تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات هو جيد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء بلشت تتخذ اتجاه ضاغط فعشان هيك بتحملك نوع من أنواع ردات الفعل أو السلبية أو العصبية أو الحساسية من تعاملك مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بشكل كامل وممكن تظهر بعض الأمور الصحية خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية أو تعامل مع الأزواج فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثامن تقريبا برضو الأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على طبيعتكم خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك التاسع برضو يعني بيحمل نوع من أنواع الإيجابية أو الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو مهاملات اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وهي بتدعم من مواقفك ومرضو في نفس اللحظة يعني بتفتح لك فرص إلها علاقة بالعمل تفتح لك نوع من أنواع التعامل مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم الأجواء طاغطة شوي فممكن تستاء من تصرف أحد المعارف أو الأصدقاء أو ممكن يعني يصير عندك ردة فعل سلبية من تصرف صديق أو معرفة أو تعتب عليه في مسألة معينة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها لآخر يوم ضاغطة على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك بدك تهتم بصحتك براحتك خلال هذا اليوم وبرضو في نفس اللحظة يعني ممكن أنه يصير قلق على صحة أحد الأحبة أو المعارف خلال هذا اليوم أو عيادة مريض أو زيارته أو الاتصال معه لتفقده برج العقرب اليوم بتكثر عندكم الاتصالات التنقلات الحركة يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر عندك قدرة على المناقشة ومناقشة الأمور الصعبة طرح الأفكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة يعني مشاعرك بالفترة هاي جياشي بتبرر مواقفك تنشط بالتنقلات والاتصالات زي ما حكينا أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي يعني شوي أنت نفسيا مش مرتاح خلال هذا اليوم ممكن بعض الأحداث أو المحيط تبعك بضغطك على مساء معينة فعشان يمكنك منقدر نقول أنه نفسيا روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية برضو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إلا على حسب طالعك ممكن أنك تحصل بعض الأمور لإلها علاقة بالمكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء والحدية اللي موجودة هاي نقدر نحكي أنه في الساعات الصباح بتصير الأجواء جيدة ممكن أنها يعني تعملك بعض الإنجازات أو الاهتمامات البيتية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضغطة على المستوى العاطفي وهي بتسبب لك نوع من أنواع الإربكات يعني زي نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أو التحسس أو الزعل أو العتب على الحبيب أو على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل وإنجازاتك للعمل خلال هذا اليوم تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة يعني على حسب طبيعتك برضو ممكن تتحكم في هذا الأمور وعلى حسب طالعك وفي نفس اللحظة اهتماماتك بوضعك الصحي بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت السابع علاقتك مع الشريك برضو روتينية اليوم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي برضو الأمور اللي على مستوى الأموال المشتركة يعني تحركاتك على مستوى البنوك أو مؤسسات مالية زي الضريبة أو التأمين أو هذا برضو بتكون روتينية يعني ما في أي شيء يعيقها بالنسبة للبيت التاسع تقريبا لساعات الصباح الأمور عادية ما في أي شيء ولكن من ساعات الصباح بتصير الأجواء الجيدة بتدعمك بالاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيك خبر من بعيد يكون إيجابي يعني ويسعدك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة ما زالت لآخر يوم ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من أنواع الحدية وبرضو ممكن أنك تغامر أو تجازف خلال هذا اليوم فهي بتفتح لك بعض المشاكل وممكن بعض الحدية بالطباع ممكن يصير نقاش حاد ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أهم شيء أنك ما تتأخر عن دوامك وفي نفس اللحظة يعني دير بالك من المشاحنات يعني ما بدك مشاكل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات الصباح ممكن يصير فيه تواصل ما بينك وبين صديق أو معرفة ممكن لا تواصل أو لقاء أو دعوة خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالآخر يوم بيت المتاعب ضغط عليك ويسبب لك نوع من أنواع الحدية أو توتر أو عدم القدرة على إنجاز كل الأعمال أو إرهاقي كبير بيكون عليك في الأعمال خلال هذا اليوم ولكن أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي وغذائك وتأخذ قصد كافي من الراحة برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الثاني بيت المال فعشان هيك نقول لك ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل أو يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء أنك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك بتسهل حياتك ما تسمح لأحد بأنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول اليوم بيشحنك بطاقة إيجابية عندك يعني بعض الإنجازات الجيدة خلال هذا اليوم النفسية وبرضو في نفس اللحظة بتلاقي فيه عندك حيوية غير أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء زي ما ذكرناها أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك قدرة على النقاش الحوار الاتصالات سرعة بديها بتغلب عليك اليوم الحركة والنشاط وممكن يصير لك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط إما خلاف أو حدية أو قلق على أحد أفراد العائلة أو اهتمامات بيتية أو عقارية خلال هذا اليوم ممكن شوي توترك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على المستوى العاطفي وهي ممكن أن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين يعني الحبيب أو يعني بس بدك تدير بالك من سوء التفاهم والحساسية أثناء التعامل أما بالنسبة لبيتك السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا فيها بتحملك بعض الأشياء الجيدة خلال هذا اليوم ممكن يعني تنجز بعض الأعمال الضرورية ولكن بدك تهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فالأجواء الروتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى البيت الثامن يعني ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات البنكية المالية يعني تحديدا يعني شوي تربكك أو تخليك تعصب خلال هذا النهار أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تعصبه وما تحتد قبل ما تفهم المسألة على أكمل وجه يعني حاول أنه إذا عندك بعض بدك تقدم طلب لك قرض أو مساعدة اختار يوم غير هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو هو ضاغط على مستوى الاتصالات البعيدة والأوراق القانونية أو المعاملات بتسبب لك بعض الإرباكات بالاتصالات مع أشخاص خارج البلاد يعني شوي بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة وممكن خلال اليوم برضو أنه يصير فيه تعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وممكن إنجاز بعض الأعمال الضرورية أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو تقريبا روتيني بيحملك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتواصل مع الأصدقاء ولكن ما راح تكون بالحيوية أو القدرة العالية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو لآخر يوم ضاغط فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية ما تغامر كثير ما تتعب حالك ما ترهيق حالك ما تهمل غذاءك وما تهمل صحتك برج الجدي بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول إنك تجد جديد أو تبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاح من أسرع فترات الشهر حاول إنك تدخل التنوع على حياتك الشخصية والإنفراج والتسوية طبعا القمر بما إنه بصير فيه عندك فمعناته راح يشحنك بطاقة إيجابية قوية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها على المستوى المالي شوي مش إيجابية كثير ولكن إنه بتتعامل على المستوى المالي على طبيعتك ولا حاول إنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فإنت اليوم عندك عصبية حدية بالطباع حتى مشتت بالفكر ممكن إنك اليوم حتى وإنت بتناقش تحتد تعصب بسهولة وممكن يصير فيه تعامل يعني فيه نوع من أنواع الحدية من أه مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء الروتينية لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر ممكن تظهر بعض المسائل البيتية اللي ممكن تكون مربكة أو مزعجة بالنسبة لإلك أو التزامات الزيادة أو أعطال أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك أنت تشحن حدك بطاقة إيجابية وما تدخل بخلافات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ضاغطة عشان هيك ممكن تتحسس بسهولة أو تعتب على الحبيب خلال الفترة هاي أهم إيش أنك أنت برضو ما تزيد الأمور الزيادة خصوصا أنه قابل الأمور لنوع من أنواع الخلافات أو الحدية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل الروتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل ولكن برضو يعني ده تدير بالك شوي على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا لغاية ساعات الظهر ما فيها أي شيء روتينية بتتعامل ما بينك وبين الزوج بشكل روتيني ولكن بعد هيك رح يصير الجو حاد شوي بيحملك نوع من أنواع ردات الفعل أو الخلاف أو سوء التفاهم بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فهاي الفترة برضو ما بنصح لأي أمور مالية مشتركة يعني قروض أو مساعدات أو طلب دين بالفترة هاي بفضل أنك تأجله للأيام القادمة ممكن يتحطل بعض المسائل أو تنضغط في بعض المسائل اللي إلها علاقة في القروض أو البنوك أو التأمين أو الضريبة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن اليوم يعني تنشط باتصالات بعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو يجيك خبر من بعيد يكون مفرح أو ممكن تنشغل ببعض التجهيزات لأوراق ومعاملات قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة بتعمل تقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني تقريبا روتيني بتتعامل مع أصدقائك على طبيعتك ما فيه أي شيء سلبي إلا إذا يعني ظهرت بعض المسائل على حسب طالعك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط لآخر يوم فعشان هيك منقول لك إنجز العمال الضرورية والمهمة حاول أنك ما ترهيق حالك كثير ركز بوضعك الصحي بغذاءك بشكل جيد ممكن يصير لك بعض الاهتمامات بأحد الأحبة أو الأصدقاء من جانب صحي أو رقابة صحية أو أشياء من هذا القبيل برج الدلو طبعا القمر صار في بيت المتاعب عشان هيك بالفترة هاي بتشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنك تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر أو حسم حاول إنهاء الشهر بسلام يعني على أساس أنه هاي المشاكل ممكن تستمر معاك حتى نهاية الشهر بدك تركز بشكل جيد عشان ما تتراكم الأمور وتظلها ماشي معك لآخر الشهر بشكل سلبي ممكن تواجه بعض الضغوط والعراقيل أو امتحان صعب ممكن تخسر صفقة تجارية أو تتأجل الأمور ممكن تحزن لخبر أهم شيء إنه ما فيه داعي للتسرع أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا مثل بيت المتاعب تضغطك بشكل سلبي نفسيا أنت مش مرتاح وبرضو عندها قابلية للعصبية والحدية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو ضغطة على المستوى المالي في بعض الأمور المالية مربكة عندك أو النشاطات المالية أو الأفكار المالية اللي ممكن تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو الحدية خلال هذا النهار يعني أهم شيء إنك ما تبالغ بالمصريف أما بالنسبة للبيت الثالث يعني اتصالاتك وتحركاتك حواراتك نقاشاتك كلها على حسب طبيعتك ما رح يكون فيها لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو روتينية يعني اهتماماتك على مستوى المنزل أو أفراد العائلة أو البيت إجمالا وما يحتوي البيت بيكون روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء ضغطة خلال هذا اليوم بسبب لك بعض الخلافات أو الحدية بالطباع أثناء التعامل مع الحبيب أو مع أحد الأبناء ممكن تحتد أو تعصب خلال هذا اليوم أو تقلق على مسألة معينة أو ممكن يعني سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية ولكن رح تكون بعمق بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضغطة على مستوى الشراك المالية والعاطفية أو تعاملك ما بينك وبين تعامل ما بين الأزواج ممكن اليوم في حدية أو بعض النقاشات الحادة أو العصبية خلال هذا اليوم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تحتد ولا تعصب على إيش فاضي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء ممكن يكون لك بعض المراجعات لمسائل الأموال المشتركة وخصوصا طلب تحصيل فلوس أو نوع من أنواع التعامل البنكي أو هاد ولكن أنه برضو أنا شايف أنها رح تكون على الأغلب روتينية أما بالنسبة للبيت التاسع فبيحملك اليوم اتصال ممكن يجيك من بعيد في ساعة الصباح لغاية ساعة الظاهرة يحملك فرصة أو خبر مفرح أو أمل للفترة القادمة بتعلق بأمور السفر أو اتصالات أو حوارات أو أوراق قانونية أو معاملات اللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد بيدعمك بقوة وهذا بيعملك فرص إلها علاقة مع العمل مع المؤسسات الكبيرة أو أمور إلها علاقة بتنجاز بعض الأعمال الضرورية بتتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد يعني ممكن اليوم يصير فيه تحالف أو تلاقي أو تقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو استشارة في مسألة معينة وبكون جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأمور ضاغطة لآخر يوم فعشان هيك ممكن تظهر بعض المسائل الضاغطة عليك اليوم إما يتراكم عندك بعض الأعمال أو خبر يزعجك أو ممكن بعض الأمور الصحية تظهر على الساحة فإذا شعرت بشيء غير اعتيادي بنصحك أنك تراجع طبيبك برج الحوت بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حجد تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية وتهتم لشؤون أقارب أو خصوصاً أقارب الشريك أما بالنسبة للبيت الأول فعالوضع النفسي تقريباً الأمور ما زالت يعني الوسواس والحدية والأفكار ماشي أنت في عندك نشاط في عندك ثقة بالنفس ولكن برضو الأمور السلبية بتسيطر عليك أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء الروتينية على المستوى المالي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم فلكن أهم إشي أنك أنت تقلل من مصاريفك أو تنتبه لفلوسك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم ممكن تنشط بالحركة أو الاتصالات أو الحوارات أو يكون عندك نشاط عالي خلال هذا اليوم وهذا الإشي ممكن يساعدك في إقناع الطرف الآخر بوجهة نظرك وحيويتك عالي أما بالنسبة للبيت الرابع برضو الأجواء على مستوى البيت أصبحت تقريبا نقدر نحكي جيدة كل شيء يتعلق في البيت وأفراد البيت تقريبا الأمور يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعمل تقارب أو تصالح ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وبرضو الإهتمامات المنزلية بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء العاطفية أو مع أحد الأحبة أو أحد الأبناء حادة وهاي بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو التوتر خلال الفترة هاي أو سوء التفاهم أو ممكن أنه شوي تكون الأمور مش جيدة أو مش لصالحة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى الصحي تقريبا إجمالا أحسن الفترة هاي أنت بتفكر في برنامج أو في مهمة معينة لها علاقة بإنجاز بعض الأعمال يعني ممكن عندك أنت بونس معين أنت حاب أنك تصله أو نسبة معينة أو في نفس اللحظة الإهتمامات الصحية كصحة جيدة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكة المالية والعاطفية والعلاقة ما بين الأزواج يعني ممكن هي روتينية ولكن في نوع من أنواع الإيجابية أو تقارب راح يكون في ساعات ما بين الصباح والظاهرة أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الشراكة المالية والعاطفية روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع برضو الأجواء جيدة يعني ممكن في ساعات الظاهرة هيك تحمل لك إما خبر جيد أو إشي يجيك من خارج البلاد يدعمك خلال هذا اليوم أو بعض الاهتمامات بأمور العلاقة بالنقاشات والحوارات والاتصالات البعيدة خصوصا بالفلسفة والدين واللغة أو أشياء من هذا القبيل برضو بتكون جيدة لا إلك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة بتدعمك بقوة اليوم ثقتك بنفسك أكثر وبرضو في نفس اللحظة ممكن تحمل لك نوع من أنواع التعاون أو التعامل مع مؤسسة كبيرة أو مع أحد الأشخاص اللي بيشتغلوا في هاي المؤسسات أو مع زميلك في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فلآخر اليوم ضاغط فعشان هيك منقول لك أنه شوي الأجواء ضاغطة ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو تنشغل بأعمال كثير خلال هذا اليوم وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وما في داعي للوسواس ماتت وسوس وتتونون من أشياء ممكن أنها تكون مش موجودة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر